رسمي باسم فريق مستقبل سليمان عزيز الحمروني. اهلا وسألا بيك عزيز. اهلا بيك اه تحية لك بايش تحية الفيف طارق اهيش ابو الاخوة الكل موجودين. اه وسأل معلك دايور الناس الكل في الستوديو. دوك نبدأ معك عزيز برا بور الاكتوليته في فريق مستقبل سليمان. انا كنت حاضر في الماتش اه لاحد اللي فات بين سليمان والسي اس اس وهوني سؤال اه في علاقة بالمدربة وهي بزروق شفتنا دجاء بعد الماتش كيفاش السوبرتير بتاع سليمان كنو متغشين برش على المدربة ذيا وطلبوه بالايقالة. اسك انتوما كهيئة مديرة لمستقبل سليمان اسك ارضختو للطلب متاع الجماهير ذيا اسك كنتو سوبرسيون برشا من عند الجمهور ومشيتو معتا في التوجه متاعكم هذيا اللي هو ايقالة المدرب ولا مقتنعين كونوسوا هاي بزروق معاتي نجم يقدم الاضافة ولا ربما كنتو حكيتو شي معاه في وقت سابق وعطيتوه سورسي وهو ديكو معاتا الى يشويه في التست الخراني كونتر السي اس اس شوف اه بشير اول حاجة بنسبة الكوتش سويد بزروق احنا مع ناس شك جملة في الكدمة متاعه اللي حقيقة والمجهود الكبير اللي بضلوا بنسبة لنحنا وبضلوا فريق مستقبل سليمان منول التحريرات الحقيقة منول السيزان قاعدين نفرجوا في كورة مزيانة قاعدين نشوفوا في جمعية وقفة مليح جمعية ما تخافش كيف ستعب الكورة الكورة جمعية تمشي في الفان وتلعب اه مهما كان الاسم متعلق بالسيطر متاعها تكون بنسبة لرجلتها ملحون لحقيقة احنا مقتنعين ومقتنعين بخدمة المدرب معتها اه انا كي نعمل اه اه تعادل ضد النجم السيحلي حتى على ميداني تبقى النجم السيحلي جمعية كبيرة كي نعمل اه اه تعادل مع اه شبابة العمران اللي هي تفرج في كورة اه في في الملعب متاحة وتعادل من بالنزارة ونجيب فوز من من ملعب جابس اللي هو ملعب صعيب سبق وحكيت هنا قبل هذو ما كلنا تقز ايجابية ونتفرجوا في المستقبل ذوي بسليماني ووري في كورة زيانة بالنسبة اللي نحنا اه بشير من بعد صار اه 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 نادي الافريقي اللي هي جمعية كبيرة كان متش انتهاب بسكور معاه هذا مستقبل كمان ديما يوري في كورة مزيانة ويوري في اللعب اه محترم جدا وهذا بشير تنس كل خيان بحثات وفنيين ويعفوا باشا كورة يعفوني فاش قاعد نقص انت يقولوا لعب محترم وكل جمعية تمشي في الافان وجمعية متهاب الجمعية تلعب الكورة معاه هذا كيف كيف لعبنا على ميدان اه مباراة اه نادي افريق سي لعبنا الكورة الكورة كانت النتيجة عريضة سوى في المباراة اه نادي افريق ولا مباراة اه نادي سي لنسبة ان احنا علاقتنا ممتازة ياسر مع سوهيب سوهيب معاتها نحكي على اه اه انا شخصيا معاتها هو نحسبه اخويا وهو المثقة من احسن المدربين سوى اخلاق سوى مجهود كبير او يعطي احسن فو الصن شوى في اللي سيانس داتنمون و الا في المبارايات يخدم قلبه ورب يخدم ضمير مهن كبير ايسر احنا مع بعض كل مباراة وبعض كل فترة نقعدونا عند اجتماع اه نحكيوا على شنو لازمنا شنو نقصنا وكل شيء بالنسبة الاجتماع انتع اليوم اللي احكيوا عليه برشا معاته و اله وسائل العلم واه اعادي بالنسبة لنحنا بشن قيموا فيه كل شيء مع هيدا بشنو شوفوا الوضعية متاع الفريق والاسكل وشنو الاجواء شنو انه اتفقنا في الأخر بش تكون معتها فاك الانتباط والعلاقة تزهي بالطراضي معتها سوى بالهيئة المديرة احنا والمستقبل ذي بسليمين والمدرب سهيب زروق احنا همنا مصلحة الفريق وهمنا مصلحة زادة المدرب اللي احنا نقدر المجهود اللي بذلوا على خاطر المستقبل بسليمين والحقيقة المعاملة بالمثل مع سوهايب زادة كيف يحب على مصلحة النادي خرجنا بقرار في الأطراف الاثنين انه معتها كل واحد يمشي على روحه بالنسبة للكوتش انشاء الله ربي يوفقه والحقيقة من أرض المدربين ومشيكون عنده شأن كبير وهذا تقيد عليها في المستقبل بالنسبة للكوتش سوهايب زروق انشاء الله ذا يكيد ذا ما نشوكوش فيه كمبيتنس واخلاق سوهايب زروق نتواجره بالتحية الريبخيز متاع مستقبل اسليمين للتمارين وقتاش شكون باش يشرف على الفريق بصفة مؤقتة بديتوا تخموا تفاهمتوا مع مدرب بالنسبة اللي رحنا لحقيقة اليوم كمان اجرزت عمل مع سوهايب وطال لحقيقة طويقة اليوم صار ربريز اللي طال الفني هو اللي باشر معتها بمساعدين والمعدة البدني بشيكملوا مع تستافادك بشيكمل مع مدرب الحراف لحقيقة جسف نازلنا اليوم كيكملنا للتماع وبلنسبة اللي طال الفني اللي نازلنا بش نحكيه بش نحكيه معهم بش نشوفه فما شكون شواصل شكون لائرية معتها مع حديث مع المدرب اللي بش ياخد تقاليب شيتكلف شيتكلف اللي هو معتها بتدريب الفريق في الفترة ما عنا اسامي مطروحة ما نحبوش نزربو نحبو نختارو شخص المناسب في المكان المناسب ان شاء الله منهم عامر دربيل اسميه المطروحة ايه نجم يكون واضح واضح نجم يكون بشير لحقيقة برش اسميه موجودة ما نحبوش ما نحبوش نختارجو شيته مثلا في مفاوضات مع المدربية لحقيقة ما نحبوش نزربو نحبو نتو ديسيزيون بتاعنا وان شاء الله اللي فيه ادخير للمستقبل اسليمان ان شاء الله ربي كاتب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق عزيز ما شكور على تدخلك معنا وكل الحظ السعيد لمستقبل اسليمان في باقي مشواره في البطولة نتقل اسمي باسم مستقبل اسليمان عزيز الحمروني هل صار الاتفاق قعدتوا مع بعضكم وتشاورتو أو كانت فما قرار وعلمتوا به المدربة. بذلك سؤالي حبيت نسألوه لأولا. هل قادوا قادوا في جلسة عملوا وعملوا وعملوا بجلسة؟ اليوم عملوا جلسة أمال قرار اللي أنا في بلي بيه. من ماشي لكروب أفريكا بدا التفكير في مدربة جديدة. أنا سؤالي كان بشيكون هل أنتوما أخذتوا القرار بإقالة سوهايب زروق واليوم أعلمتوه وحبيتوا تعملوا خبزة قدتوه وكل واحد يمشي على روحه. وإلا بالحقق عدتوا لزوز وشفتوا أنه مصلحة سليمين ومصلحة سوهايب زروق. هو هاي تمانا كنت حاضر كما قلت لك في ماتش سليمين شفت اللي سوبرتينتا سليمين كنوا متغشين برشا. بعد الماتش يبيلي اللي سوهايب زروق مع تخرج مع تليف برتيان وياج رجاع اليوم. سمعنا نقول حاجة سليمين اللي حبيت. خليك عميلا خليك عميلا خليك عميلا داني جايك. الحاجة فيني اللي حبيت نتدخل فيها. انتي تو كنت تقول اني سوهايب يلعب في كورة مزينا وجيب دريزلطة بهين. هل شنية اللي خليك بش تتقيل سوهايب زروق؟ لحظة بركة ويقولوا لي ما زال معانا عزيز. عزيز تسمع فينا؟ وي نسمع فيك بشير بالله توضيح صغير. راهو مش من عاداتنا ولا أخلاقنا ولا تقاليدنا. لحقيقة كهائق مدير المستقبل رياضي بسليمين. والكورة وهي بزروق يعرف انا فيش قاعد نحكي مليح. رغم من نحكي وما حتى مدرب واحنا المدرب بنتاعنا سوى بعد مقابلة واحنا ما حكي ناش مع المدرب بنتاعنا سوى بعد مباراة من الافريقي ولا حتى طويقة مباراة مباراة النيدي الشيبسي. معناها رانا ما نجموش وما نحكي وما حتى مدرب واحنا ما زال تربطنا علاقة بالمدرب بنتاعنا وماش معناش وجهة نظر المدرب بنتاعنا. وجهة نظر بقية هيئة مديرة. معتها راهو هذية لا سبيلة اليه. بالنسبة ان احنا حتى بعد مباراة النيدي افريقي مفماش حتى حديث تحكيه. ولا مفماش حتى شكون نجم يحكي على مدرب جديد واحنا ما زال تربطنا علاقة بالمدرب بنتاعنا. وهذه من عاداتنا تقاليد من نستقبل هذه بسليمين. بسرولية بيأكد لكلامة زيه. ونجم معتها رأيه في الموضوع الزيه. هو يعرف اعرف اش قاعد نكتب لي. واضح. شكرا على هذا التصحيح. برك الله فيك مرة اخرى عزيز الحاملوني. شكرا لك هايثم الزرقي. برك الله فيك طارق. شكرا لك يا صاحب العياري على الحضور. برك الله فيكم. بعد لحظات الموعد مع وليد برحمة وكام الفريق في الامجا اكس بخيس. أنا بشير القاروي. نتقابلوا في موعد قادمة. قادمة ديم على إكس بخيس في الموضوع.